طب دكتور محمد الدولة المصرية لديها خطة لتطوير أساليب الزراعة ما هي أهم ملامح هذه الخطة وماذا عن نظم الرأي الحديثة للحفاظ على مواردنا المائية؟ نظم الرأي الحديثة واحدة من أهم المحاول الرحيم يشتغل عليها لزيادة الإنتاجية الزراعية وإحنا بالفعل بنخطط لتطوير الزراعة أو تطوير الرأي في أكتر من مليون فدان وبالفعل تم تطوير الرأي في أكتر من مليون فدان دلوقتي من خلال مبادرة التعاون مع البنك المركزي والبنك الأهلي والبنك الزراعي وأيضا وزارة المالية ووزارة الموارد المائية والرأي ووزارة الزراعة فبيتم تطوير حاليا 3.7 مليون فدان ولكن احنا كمان عندنا استنباط مزيد من الأصناف ومزيد من التقاوي اللي بتدي إنتاجية أعلى في فترات عمر أقصر في الأرض وبالتالي تضمن جودة منتج وتضمن تكلفة أقل للمزارع والمربي وتضمن أيضا مقاومة للأفات وبالتالي تقلل على التكاليف الحقيقة كمان احنا عندنا دخلنا في مبادرة أو في مشروع لإنتاج تقاوي الخضر وفاكة محليا وده بيوفر المستلزمات الزراعية للفلاح وكمان بأسعار مناسبة فبالتالي بيكون فيها مش ربح مرضي للفلاح والمزارع في الدولة المصرية ده محور الحاجة التانية ان احنا كمان بنشتغل على استنباط نظم مزرعية جديدة نظام زراعة المساطب مثلا اللي يمكن بدي انتاجية أعلى في الأقماح على سبيل المثال يعني الفدان الأرض ممكن يزيد اتنين إلى ثلاثة أردب بكل بساطة لو طبق نظم زراعة المساطب احنا بنساعد وبنشجع أخواتنا المزرعين على تطبيق هذه النظم ويمكن النمازج واضحة جدا في هذا الإطار وبنشوف ناس بتقدر تجيب ثلاثين أردب في الفدان وده نتيجة الجهود ونتيجة البحث العلمي في هذا الإطار وحنا مستمرين في هذه المنظومة واستكمالا بقى احنا هنتابع برضو في عملية التصدير وعملية فتح الأسوأ الخارجية والتنسيق مع الغرف التجارية والتنسيق مع المجالس التصديرية والتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الممثلين التجاريين للتواصل مع مزيد من دول العالم ويمكن الحمد لله ثقة في جودة المنظومة الزراعية المصرية احنا قدرنا نصل إلى أن نكون الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح والفراولة والعديد والعديد من الحاصلات الزراعية وان شاء الله نستمر في هذه المنظومة نستمر في الجهود الخاصة بعملية التطوير في القطاع الزراعي حتى نصل إلى مزيد من التطور في الصادرات وفي الانتاج المحلي ونحقق مزيد من الاكتفاق الزاتي الحمد لله نحن وصلنا تقريبا كل ما حصل الخضر والفاكهة عندنا فاكتفاق الزاتي كل تقريبا البيض المائدة الألبان الدواجن الاسماك تقريبا عندنا نفاق اتفاق ذاتي واللحوم ايضا احنا بنسير بخطة متسرعة لتحقق اتفاق ذاتي فيها بشكل كبير ان شاء الله